موسيقى نقابة أم نقابة نقابة المحامين أم نقابة المحامين العمل النقابي أم العمل النقابي أيهما أصح أيهم أفصح أي منهما الصواب أي منهما الخطأ كلمة رئيسية مركزية خطأك فيها يزري بك يردي بك يدل على عدم ثقافتك يدل على إهمالك الشديد يدل على قصور شديد في تحصيل مهارات اللغة اللازمة لك يزري بك في محفل وفي مجمع فيه من المثقفين فيه من اللغويين فيه من المتمهرين بعلوم القانون وعلوم اللغة جد لنفسك مكانا بين العظماء بإتقان النطق الصحيح والأداء الفصيح للغة القانون القلاصة في كلمة نقابة عندما تكون النقابة اسم قل النقابة هذا هو الصحيح وعندما تكون مصدرا قل النقابة هذا ما قاله صاحب قرآن اللغة ألا وهو سيبوي كتابه الكتاب يعني قالوا عنه قرآن النحو على سبيل المجاز فمنزلته بين اللغويين كمنزلة صحيح البخاري عند المحدثين قال سيبوي نقابة بالكسر إن كانت اسما ونقابة بالفتح إذا كانت مصدرا فما معنى هذا الكلام دعونا نرى ذلك ونقف عليه من خلال هذا الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ على بركة الله سلسلة النطق الصحيح والأداء الفصيح للغة القانون مصطلح اليوم هو المصطلح المعروف الموفور المكثور المذخور الذي لا يستغني عنه أحد خاصة سادة المحامين ليس هناك محام إلا وهو ينتمي لنقابته يعرف نقابته يقول إليها يستتبعها يتبعها يعرف نقيبها يعرف الكثير من أعضائها وكل عام حتما جزء لا بد أن يذهب وأن يستخرج من التصاريح والورق ما يدل على أنه مقيد بها أنه محام فرخصته منها وهي تنظم أعماله وتحل مشاكله وأشياء كثرة جدا بعضها موجود وبعضها مفقود الأمر الآن كيف تنطق كلمة نقابة هل هي نقابة أم نقابة أقول النقابة أم النقابة النقابة العامة أم النقابة العامة أيهما أصح أيهم أفصح أي هو الصواب وأي هو الخطأ نقابة المحامين أم نقابة المحامين العامل النقابي أم العمل النقابي انتخابات النقابة أم انتخابات النقابة نقابة أم نقابة لا ندري ما الصواب إلى الآن دعونا محايدين ودعونا نرى بداية للإخوة المتعجلين الذين لا يريدون أن يبذلوا ولو أوقات قليلة ليمتهر بمهارة أو ليعرف الصواب أو ليعرف من أين أطى الصواب أقول لهم الصواب سريعا كلمة نقابة مختلف فيها بعضهم قال هي النقابة وبعضهم قال هي النقابة والخلاف موجود من القديم حتى أن أعظم كتاب الدولة اللي هو القلقشندي وحد اسمه القلقشندي عالم أديد مشهور في كتابه صبح الأعشى في صناعة الإنشاء كتب في ديوانيات الحكومة وفي مراسلتها وذكر أن هناك خلاف في نقابة الطالبيين أي الذين ينتمون إلى بني عبد المطالب ونقابة الهاشميين ونقابة الحسينيين أو الحسنيين إلى آخر ذلك وهناك كان معروفا نقابة الأنسابي ونقابة الأنسابي فالأمر من قديم الزمان هذه الكلمة حتى قبل القلقشندي في كتابه صبح الأعشى وقبل النويري أيضا وهو مثل القلقشندي يعني في كتابه نهاية الأرب في علم الأدب والكتاب يفوق الثلاثين جزءا ومجلدا أقل أجزاه أربعمائة أو خمسمائة ورق الخلاف كان ناميا ذائعا شائعا حتى في وقت الخليل بن أحمد أنا راجعت كتاب العين للخليل بن أحمد لم يذكرها إلا بلفظ النقابة ثم إن تلميذه سيبوي عمر بن عثمان بن قنبر يعني إمام النحو المطلق الذي كتابه الكتاب في النحو بمنزلة البخاري بالنسبة للحديث أدلى فيها برأيه وقال فيها بقوله فأفصح فيها وأبان عنها وحسم الأمر وجزمه وأصله وسدد في قوله هو سيبوي هي قوم ماذا بعد سيبوي؟ قال نقابة بالكسر هي اسم ونقابة بالفتح هي مصدر إذن كلمة نقابة تنطق نقابة إذا كانت اسما وتنطق نقابة إذا كانت مصدرا بعض السمعين سيقول لي قد أبهمت وما أوضحت وقد رتقت وما فتقت وقد أعجمت وما أبنت أقول له رويدك على رسلك انتظر بس إيسا أقول لك هذا هو الصواب ولكن خذ الخلاصة العاجلة جمهور أهل اللغة المتأخرين قالوا لا بأس أن تنطقها نقابة أو نقابة وقال بعضهم نقابة أفصح ونقابة صحيحة تمشي وقال بعضهم الصحيح أنها مثل كتابة كتب يكتب كتابة ومن ثم كتابة نقابة كتابة نقابة ينقب يكتب كتابة بالكسر قولا واحدا قالوا هكذا بعضهم وذهب الآخرون فقالوا لا هي مثل كفالة فنقول نقابة مثل كفالة أما سيبوي وهذا هو الرأي الصواب والأصح والأصوب قال إن كانت اسما فقل نقابة وإن كانت مصدرا فقل نقابة فما هو معنى الاسم وما هو معنى المصدر وهذا ما سأفصل فيه بعضا من الشيء حتى نتمهر وحتى نعرف من أين نقططف وكيف تؤكل الكتف وهذا على سبيل المجاز أي كيف نتقن وكيف نبرع وكيف نفهم سياقات الكلام وبنى الكلمات وكيف يتأتى هذا السياق لكي تكون ناطقا طلقا ذلقا فصيحا بليغا المعيا لو ذعيا على ما يرام اسمع فائدة صغيرة كلمة بضعة من الكلمات تفيدك أيها المحامي لا أقول لك تعمق في اللغة ولكن أقول لك تألق وتأنق بكلماتك رب كلمة تفتح لك المغليق رب كلمة تساعدك في دفوعك فتبلغ بها المراد من القاضي فتحدث لك أولا التقدير عنده ثم التقرير لقضيتك ثم التأثير عليه ثم التغيير لقناعته ولعقيدته في القضية كلمة إي والله كلمة أو كليمة أقل من كلمة حتى تتألق فيها وتتأنق فيها فضلا عن أن تتكن للعبارة وتملك زمامها يا فارس الكلمة فتصدع في المحكمة بالحق المبين وتجلجل وتزلزل أركانها ومن ثم يستمع إليك الجميع الهيئة المؤكرة فما دونها فلا تسمع لهم أمتا ولا همسة فتبلغ المراد المراد وتنال كل تقدير وإعجاب وتظفر بقضيتك وتقرير الحق الذي تدبت إليه ووكلت فيه كلمة نقابة نبدأ بمعناها نقابة نبحث عنها في مادة ناقابا 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 نون فقاف فباء ناقابا بوزن فعالا نقابة بوزن فعالا ناقابا بوزن فعالا فناقابا أو النقب نقب هذا هو الفعل الماضي لها ثلاثي مجرد ومصدرها نقب 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 فيبحث عنها في ناقابا أو نقب أو يبحث عنها بالجذر والمحصلة واحدة النون ثم القاف ثم الباء والجذر يبتب هكذا نون ثم قاف ثم باء هكذا ويقول علماء المعاجم عنه علماء اللغة وعلماء الصرف وسائر العلماء باب النون فصل القاف وما يثلسهما فيا أيها الزميل العزيز عندما تذهب إلى معجم في خمسمائة ورقة أو أجزاء اذهب إلى النون النون حيكون في الأول معجم حتما سيكون في الأخير ألا تذكر حروف الهجاء النون في الأخير ألف باء تأثى جيم حقق دل ذراء زي سين شين صداد طا ضاعين غين فا قاف كاف لام ميم نون هاء واوياء هاء واوياء شفت النون قبل الهاء والواوياء ففي الأخير هذا يزر بك وقد كان يصنع هذا اختبار لمن يذهب إلى بعض الوظائف اللغوية يقولون له ابحث لنا عن كلمة كذا فإن نجح واستخرج أصل الكلمة مثلا كلمة الولاية واليا نراه ماذا سيصنع هل سيذهب إلى الجزء الأول نقول له يا ويلك يا ويحك تعسن لك أما إن ذهب إلى آخرها ولاية أو ولاية تبدأ بالواو كذلك هنا في نقابة أو نقابة تبدأ بالنون أي في الأجزاء الأخيرة من أي معجم كان فانتبه إلى هذا وعل كلاما جيدا هذه مهارة ضعها حلقة في أذنك وخاتما في إصبعك وجوهرة في قلبك نقابة العلماء قالوا نقابة مثل كلمة ثقبا فالنقب هو الثقب هذا أصل معناه اللغوي قال ابن فارس في مقييس اللغة طبعا هذا المعجم الفذ الذي أوصيت به كثيرا وينبغي أن لا تخل منه مكتب لقانوني أو لغوي أو صحفي أو إعلامي أو غيرهما لأنه كتاب يعني له مزايا وفرادة سنذكرها بإذن الله في برنامج المكتبة اللغوية للقانونيين أو مكتبة اللغة الرسمية قال الثاء والقاف والباء أصل واحد ومعناها الفتح الفتح فتحة ما يعني فتحت شيء يعني ثقبت شيء فنقب مثل ثقبا فمعناها أنك فتحت ثقبا فالنقب هو الثقب هذا في الأصل وفي الأساس وأن الكلمة لا تبقى على أصلها اللغوي فتنزاح عنه إلى معاني بلاغية كثيرة فانتقنت من الثقب إلى الخبيئة الشيء المخبي فمن كانت خبيئته جيدة قيل عنه نقيب يعني وجيه قيل عنه ذو مناقب قيل عنه ذو منقب أي إن خفاياه ثقوبه الأشياء المظلمة في حياته نيرا خيرا لا ظلامة عنده ولا شيء في سيرته وفي نبالته وعليه كانت عندنا كلمة مناقب كلمة النقيبة أي المحمدة النقيب أي المحمود هذا هو المعنى المجازي الأول تدل على الوجاهة وعلى الوضوح وعلى القيادة لأنه يعلم الخفايا أو خفيته جيدة فالنقيب من يعلم الخفايا يعلم ما وراء الثقوب والنقباء هم قادة قومهم يعرفون الخبايا أو أن خباياهم صحيحة لا شيء فيها ولا وصمة يرديها ولا صفة ذميمة تؤذيها ومن ثم استحقوا أن يكونوا نقباء وفي القرآن وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا نقيبا أي مقدما وجيها يقوم على خدمة قومه حسن المخبر جميل الجوهر إلى غير ذلك من الصفات هذا هو المعنى الأصلي لكلمة نقباء إذن الأصل فيها أنها نقباء مثل ثقباء النقب مثل الثقب ثم أخذت مجازا واشتهرت بهذا المعنى المجازي وقيل إن من خفاياه جميلة هو نقيب وإن من يعلم الخفايا وذو خبرة وذو عارضة ما هو النقيب هذا هو المعنى الأصلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر